نفسنا في حاجاتي الأول. آآ استاذ خالد يوسف طالبا بتقول نفسنا يبقى فيه يعني بنتكلم عن الفن غالبا لاني ما حدش عده غير الفني يبقى فيه خياله في تصور المستعمل. انا حرجع برضك هي فاطة. انت اتكلمت او تناولت في في فيلمك سلاسي رجال الشرطة. وسكون عشوائيات والارهاب. انت في الفيلم ده. طيب لو السلاسي ده انت تبصله ازاي الان فيه ارهاب متوحش اكتر بكتير مما انت قد تحدست عنه وصورته فن. والشرطة وهي في وضع آآ مختلف لكنها لم تتعافى وفي مشكلة لسه موجودة بين الداخلية وقطاعات من الشباب رغم المصلحة التاريخية تاريخية التي جرت في تلاتين يوم. وسكان العشوائيات فين? يعني يعني كنا نحنعرف نقول الشرطة فين? بتقدير ما? آآ الارهاب فين بتقدير اخر? سكان العشوائيات ما بين الشرطة? والارهاب. هل حيروخوا للارهاب? ولا رحيدة حيث الشرطة? والشموم بطني الشرفات? بص نهاية فيلم حينما يصرها كان عبارة عن ان الشرطة قررت انها تخش عشان تقبض على الارهابيين مش عارفة تقبض عليهم فجابت قرار سياسي بازالة المنطقة عشان تجيب الارهابيين. والارهابيين اللي حبوا ان هما يهربوا قرروا يفجروا هذا الحي باللي فيه عشان يستغلوا هذا الانفجار ويخرجوا. وهو ده الحال يا سيد عبر. يعني العشوائيات او الفقراء في مصر ما بين. اللي دين. ما بين. الارهاب والسلطة. ما بين الفتايا الروحة يعني. يعني. ده يا بحكول الارهابي او. انا بقول لحضرتك السلطة السلطة في مصر. نعم. ازا لم تستطيع ان تحقق العدالة اللي احنا اتكلمنا عليها في اول الحلقة. اه. العشوائيات دي هتبقى هي هتبقى ضحية الارهاب. يعني ضحية سواء هتبقى مفرخة للارهابيين. مفرخة للارهابيين. لانهم اللي بيشعر بالظلم ممكن طبيعا ويتطرف. يا اما بيقى حاضنة للتطرف. يا اما ضحايا للتطرف. ففقراء مصر هم من يدفعونا التمن. وانا رأيي لن تستقر الامور في مصر. ولن تنتفي ظاهرة الارهاب بالحلول الامنية فقط. نعم. ابدا. نعم. غير منظومة الحكم. خلي خلي الحكم زي ما كده بنقول اه يعني الحكم القائم على العدل هو الحكم الوحيد. نعم. اللي ممكن يخلي كل الزواردية السلبية تنتفي. لو مش هي لو لو الفقراء مش ياخدوا حقه. وما فيش عدل اجتماعية. وما فيش فعلا ضمانات للحرية الحقيقية في مصر. وما فيش كل اللي هي اداف الثورة اللي طلع من اجلها المصرين في خمسة عشرين ينار وفي تلاتين. لو ما تحققتش الارهاب مش هيندسر. ولا هيند ولا هيندحر. وسيظل موجود لان الارهاب هي دي بيئة الحاضنة. وهي بيئة الظلم. طيب. انا عاوز اسألك اه في اياب احداث محمد بن حمود. ودي قصة اسمعتها من شاب شافها يعني. في حد من العشوعيات واضح مش من اطفال الشوارة. ففي طالب يعني شاب ثوري وبيتقض بصفوف فقال له ارجع انت. اهلك عزيلك. وهو اللي تقض. هنا بتكلم عن قيمة انسانية رفيعة من عالم انت بدينه بسهولة. قل لي النمازج لما انت بتشوفت النمازج الانسانية يعني العشوعيات ده بيشوحوش دول ضحايا وفقراء ويعني وفيه يمكن يمكن واحد بلسقافة العشوعيات يمكن ما حنتكلم معاك شوية يمكن احسن. وعندهم اخلاق من بعض من يسكنونا في المنتجعات. انا عايز اقول. احيانا مشروعة. الاخ الذي قتل اخي يعني من انا انت بتكلم على قد مجميلة. ويمكن دول ضحايا اكتر. بصة عايز اقول لك حاجة. انه ثبت بالتجربة في التلات سنين اللي فاتوا دول. ان هؤلاء الفقراء هم انبل من في الوطر. لانهما كان لديهم قدرة حقيقية. في ظل انفلات الامني وعدم وجود جهاز الشرطة. انهما يخرجوا على مصر ينهموه. صحيح. ويخلصوا. ويخلصوا. وشوفنا النمازج الصغيرة اللي حصلت يوم 28 بالليل. سكت حوادث فردية. والمزهل ان حتى هزيه الحوادث الفردية لما بعد هزيه الحوادث نصبت لحي بعينه. واتقال في الاعلام ان هذا الحي سرق تلاجات وغسلات وما عرفش ايه. الاهالي بتوع الحي راحوا جابوا الحاجة ورجعوها وقالوا احنا مش حرامي اي بيه. هذا النبلة العظيم. وديه الشخصية المصرية. عشان كده بقول لك التمنتاشر يوم دول. طلعوا الجين المصري. لان انا متصور. وابو اكد لك. وعندي يقين. ان جوهر او المعدن الاصيل في الشخصية المصرية لم يتأثر. اللي حصل ان القشرة قد صدقت بفعل العوامل التعرية اللي حصلت. والقشرة دي في لحظات الانسهار على طول بتنصهر ويفضل المعدن النفيس. لكن لو ركمنا عليها صدق تاني هتظهر تاني اوحش ما فينا. وتظهر طاقتنا السلبية. لو فضلنا في لحظة الانسهار بمعنى ان احنا نقيم مجتمع عادل يأخذ فيه الفقراء حقهم ستجد بجد مصر مختلف. طيب. ولا هتلاقي فيه ارهاب. ولا هتلاقي فيه عصابات منظمة. وكل ده هيمتفي. طبعا هتبقى فيه حاجات بحكم السلوك الانساني ان فيه في النهاية آآ ناس منحارفين. بس هتبقى فيه اطارها المنضبط. مش زواهر نتحدث عنها اجتماعيا ونفسيا. طيب. احنا اتكلمنا عن اختلال القيم الفادح في العشويات. وس عزيز عزيز. قبل ما تدخل في الموضوع. مفيش خيانة مشروعة أبدا. طيب. خيانة مشروعة مفيش خيانة مشروعة مفيش انا في الفيلم بقول خل الكل الخيانات مشروعة يا مولانا من وجهة نظر اصحابها وإلا ما كنوش احملها. لا مش مصحابها انا ما передكلمش انا اخبرنا يا اصحابنا. لما نت Good لننا فيه قيام. لا لا قيام مافيش خيانة مشروعة للاطلاع. انا كنت طيب. في الفيلم في الخيانة غير المسروعة. ايه. طيب. اه الذي عرفه فنيا وتجاريا بخيانا بسروحه. لا اللي بتكلم عن اختلال القيم مش العشوية اختلال القيم في المجتمع الاخر. اه الصراع على الصروة. الصراع على امور اخرى. القتل اه المباشر. الناس اكسوا ايه. هي يوم اكثر اخلاقا في الاجمال. الاثرياء الجدد اللي حصلوا على اموالهم بطرق غير مشروعة. ام الفقراء والعشوائيون الذين يفتقدون ادنى. اوضاعي السنية. يعني انا مش عايزة بظالم لاننا عندي موقف طبقي منحزد الفقراء. فاكيد هقولك الاجمياء. لا لا. يعني انا بقولك يعني فانا اشهدتي مجروحة. لازم ها احمل الاجمياء. ولكن انا عايزة اقولك رغد الغنى وقهر الفقر اللي اتنين بيخلفوا امراض اجتماعية ونفسية. يعني عايزة اقولك واعتقد اسادة الاجتماع يقولوا الكلام ده. ما قرأته ان هتلاقي في طبقة المنصحقين هتلاقي منهم معظمهم عندهم امراض اجتماعية ومعظمهم غير اسوياء. وطبقة اللي عندها رغد الغنى الفاحش عندهم امراض برضو معظمهم. الطبقة الوسطى معظمهم اسوياء. وهو ده اللي احنا بننشده. ان مصر دي ترجع تاني. عبد النصر ساب لنا مصر خمسة وتسعين في المية من سكانها طبقة وسطى. مصيبة ان احنا نيجي دلوقتي نتكلم على ستين مليون تحت حد فقر. عشرين مليون تحت اكتمية جنيه. واربعين مليون تحت مية الف وخمسمية جنيه. مصيبة ان انت تتكلم على ستين مليون في مجتمع خمسة وتمانين فقراء. نعم.